أروح للأساد عزة أنا عارف إنك موافقة بشروط فأنا عايز أفهم موافقة على إيه والشروط إيه يعني بس أنا اللي أول مش هقول موافقة أو قبل بس هقول حاجة إحنا البيئة إحنا عشان نزرع حاجة لازم تكون عندنا التربة الصالحة طيب حضرتك لو ركبت تربة الصالحة ولا الفس ده إحنا عشان نزرع أي حاجة عشان نحط أي حاجة لازم تبع عندنا البيئة المناسبة طيب حضرتك لو ركبت موصلات عما فتح التليفونك كام عين بتبص فيه ادي نقطة فاحنا اصلا مجتمع لا يحترم فكرة الخصية الشخصية فانا دلوقتي هسمح باتنين يعيشوا مع بعض واحنا المجتمع لو الراجل لو هي بتيجي البيت الراجل لو البيت منصوب للراجل يمرر المجتمع احيانا لكن لو ست هيحصل معها زي ما حصل مع الست بتاعت مدينة السلام اللي طلعوا ورموها من الشباك فاحنا هنا بنهدد بعلاقات كتير واذا كتير جاي احنا مجتمع لا ما عندناش فرحة وما حدش قال ان اللي كان عندها كان على علاقة بيها ايوه بس هي اللي حصل ان هم رموها لانه هي الفكرة ماش فكرة علاقة هم اصلا ما انتظروش يعرفوا ويتأكلوا بالاضافة انه كتير من الرجال يعني خاصة في الطبقات الشعبية والطبقات الادنى اقتصاديا بيتعاملوا مع فكرة انه اي ست في حرمه السكني هي شرف الصخصي بالزبط احنا رجالة وما ينفعش في حتتنا الكلام وده على فكرة مش من دلوقتي ده من زمان طبعا يعني من ايام الزمن الجميل اللي احنا ملتكلم عنه طول ويام افلام بتقدم ده فاحنا عندنا اكتر من مشكلة وعندنا مشاكل كتير لعلاقة بالقيم الاجتماعية بس ده من اعشنا عندنا ايضا ناس عايشين مع بعض ما حد شرف ميجاوزين او لا مستوى المادي المستوى المادي هو اللي بيحدد مدى قبول المحيطين للموضوع كل ما ارتفع المستوى المادي كل ما الناس بطلب تتدخل المادي ولا الثقافي لا المادي لا ما نعرف ناس كتير مستوى المادي مرتفع لكن عقولها لا تقبل اطلاقا بأي تغير غير العادات والتقليل بس هو عنده الامكانية هي المادي هنا بيطرح الامكانية انا هيعيش في كونباويند مفيش تدخل مع الجرام في مناطق سكنية مش من حق احد يسأل هو لا يجرؤ على السؤال لكن ومصر فيها نسبة كبيرة جدا من الطبقات الاقتصاديا الاقتصاديا اقل ومش اجتماعي انا مش بتكلم عن اجتماعي طيب انت كده هربتيني من الفكرة ما هي خلاص ما هي الفكرة مش هينفع تتنفع انا ما بسألش تنفع ولا ما تنفعش انا بسألك في فلسفتها انت شايفة انا شايفة ان فلسفتها فيها ازة كتير وزي ما الدكتورة كان بتقول الستات لو مفيش ازة زي ما انا بتكلم عن حد عايش في كونباويند يا ستي وعنده امكانيات مادية بسألك في دماغك انت خايفة من الناس مش فكرة خايفة من الناس لكن هي الموضوع مطروح احنا يعني احنا مش عايشين لوحدنا احنا مش عايشين لوحدنا انا ما ينفعش انا مش بسألك عن ليه الفكرة صعبة التنفيذ انا بسألك عن الفكرة في حد ذاتها فكرة المساكنة انت شايفاها دي اصلح للمساقبل والحياة الزوجية قبل ما تكلميني في الدين والمجتمع انا عارف في الدين والمجتمع عارفش تكلم في الدين والمجتمع المجتمع خرج المجتمع دلوقتي قوليلي فكرتك انت ما انا بقولك فكرتي انا شايفة انه ده في ازل الستات في مصر وشايفة انه هو بي لا مش فكرة بهرب انت موافق على الفكرة لو المجتمع قابل انت موافق على الفكرة وايه جدواها وهل هي فعلا تؤدي الى حياة لو احنا عندنا نفس الالتزامات لانه ما يحدث في الغرب انه في حياة وفيها مسئوليات مشتركة بصرف النظر بقى الناس كملت مع بعض وما كملتش ما هو الجواز نفسه نفس القصة يعني هو هو الجواز الناس بتدخل وعندهم التزامات ومسئوليات بس اسمه جواز تترتب عليه اشياء كثيرة ايوه يعني الدكتورة بتقولك لو حمله مثلا ما هو حضرتك بقى بتقوله طب خلاص انت عايزة القوانين تقولي انه هنسجله هنسجله ماشي لو حلنا بقى المشاكل دي وسبنا ست ست متاخدش حاجة صديقة مع السلامة خد ابنك وروحي سجلي باسمي ومع السلامة ايه الحل ما هي دي المشكلة اللي بقول لحضرتك عليه انا ما ينفعش أبل حاجة وانا عارفة انه اضرارها وعواقبها كتيرة جدا اذا كنت انا شخصيا برفض الطلاق يعني موافقة على المساكنة بشرط ان تكون القوانين مواتية لذلك ولا نرفض الفكرة حتى ولو القوانين بتسرح بس قوانين وقيم مجتمعي مش قوانين بس قوانين بس يعني المجتمع هو اللي مقصر المجتمع متواطئ احنا يعني كثير مننا مع انه يحط الزبالة تحت السجادة في حالات كتير ايوه عايزة يطلعها فوق السجادة دي انت ضربة مثل صعبة او الزبالة هل انت بتعتبر ده لو حصلت فتبقى المساكنة فوق السجادة يبقى الامور مطروحة يبقى محدش يتدخل في حياة حالة طيب هنا دلوقتي لو انا قلت ان انا هعيش مع حد من ايوه في ان احنا مساكنة علشان احنا عندنا مشروع جواز هيطلع لي 100 واحد يضربوني ويموتوني طيب انا بس قالك انت كان لك كتاب ان الزواج نظام اجتماعي فاشل مشروع فاشل مشروع فاشل هل ده معناه ان ده ممكن يضمن زواج اذا اتفق على ذلك واذا ما اتفقوش كل واحد يروح مع السلامة الزواج مشروع فاشل لان الناس ما بتبقاش واضحة فاذا العلاقة دي هتضمن الناس تكون واضحة وتقدم وتقدم نفسها بشكل حقيقي من غير اه 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 اوهام كتير وعود مشحاقية ايوه المساكنة بقى هتحل المشاكل بتاعك جوازي بالتأكيد بالتأكيد اه طبعا لان الناس لما بتعيش مع بعض الناس لما بتعيش مع بعض بتنكشف انا اصلا لو بمثل دلوقتي حافظة لمثلت دي يوم ساعتين عشر ايام شهر لكن الاقامة مع بعض والناس عايشة مع بعض بينكشفوا طيب انا واحد وواحدة عاشوا مع بعض سنة وبعدين جاء الله لا انا مش مرتاحة انا مش حاسة انها هقدر اكمل معاك فتخرج وهو يخرج هو حيروح يشوف واحدة تانية بالمساكنة برضو يقعد معاها سنة وهي ويجيب واحدة جديدة واللي خرجت دي هتروح تدور على واحد مساكنة ما هو بقى حررتك تستمر الحياة كده لا لما بتكلم عن القيم المجتمعية بتكلم عن انه تغيير القيم المجتمعية او الكلام فيها بيخلي عندنا اصلا المسئولية يعني هي الفكرة ان احنا ما بنعملش ده عشان نهرب من المسئوليات وما بنعملش ده لنه فراغ طب ما نعندي نموذج رونالدو كريستيانو رونالدو لاعب البرتغال الشهير لاعب عالمي مصادق واحدة بقى له زمن ومخلف منها اولاد ومتبني اولاد يعني بقى له سنين عايش معاها ومع ذلك متجوزهاش من يضمن ان بعد هزي المساكنة وهو قدامنا نجم شهير والمجتمع سامح له بكل حاجة يتجوزها تم هو حضرتك عندك نسب طلاق عالية جدا في السنة الاولى من الجواز واحنا الجواز اللي هو العلاقة الرسمية الموثقة اللي احنا كلنا موفقين عليها وبعد سنة في نسبة كبيرة جدا من المطلقات واللي معهم اطفال او تبع حامل في طفل وقضايا كتير في محكمة الاسرة منتظر النفقة ومنتظر مساء كتير طب ما نصلح منظمة الجواز طيب خليني ناخد صوت تاني قبل ما رجعلك يا دكتورة اشتركوا في القناة